الحمد لله الحمد لله أرض العالمين الملك الحق المفيد أحمده سبحانه وتعالى على محر قطته وإحسانه ولعب به من شعور أكسنا وسيئات أعمالنا ونشهر أن لا لها إي الله أهدبنا شريكنا له الخب والأمر ولهنا سكن في الليل والنهاء وهو السميع العلي ونشهر أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وصفيه من خبه وحبيبه القائل صلى الله عليه وسلم لا أنزل الله داء إلا أنزلنا هدواه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداء إلى يوم الدين عباد الله إن من مقاصد الحظمى لدين الإسلام أن يعيش المسلم في أمن وأمان وطلما مهما كانت الأحوال فالمؤمن عباد الله يوقن يقينا جازما أن تذبع الكون كله بيد الله تعالى وأنه عز وجل بيده وحده مقاليب السماوات والأرض وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وهذا التوجيب يوجب الحرص على القيام بالأسباب ولذلك فإنما يشهده العالم حاليا كما تعلمون من انتشار بروسي يعط باسم كورونا المسجد كوفيد 19 يجب أن يدفع المؤمنين والمؤمنات إلى اتخاذ كل أشكال احتياط والاحتراط غير أنه لا ينبغي أن يخلط في نفسيتهم الهدع والخزع ما دامت تتخذ في مواجهة هذا البروس جملة من الإجراءات والتنبين معالجة المصابين به من جهة وللحد من انتشاره من جهة أخرى ومن المعلوم أن هذا البروس يمكن أن يتسبب في أعراض تصيب الجهاز التنفسي تتراوح قدتها بين غزلات البرد الشائعة البسيطة إلى الأمراض الأشد وخامة وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعا للبيروس كورونا في الحمى والترهاق والسعال الجاد وتكمن خطورته في إمكانية انتقاله من شخص لآخر بشكل مباشر عن طريق القطيرات المتطايرة أثناء الغطاس أو السعال أو بشكل غير مباشر من خلال قدرة الفيروس على العيش في أماكن مختلفة وعلى أشياء مثل الثياب ومن ثم الانتقال من الأشخاص عبر لمس هذه الأمثل ولما معشر المؤمنين في ديننا الحنيف خير الوصايا للنقاية من هذا مرك المستجد من خلال مفهوم نظافة بفكرة الطهارة التي دعا إليها بحران كريم والسنة النبوية الشريفة تحقيقا لطهارة المسلم في روحه وبدله وبينته عباد الله مما ينبغي حرث عليه الانتزام بقواعد النظافة العامة من خلال إجراءات وقارية وسيطة تحمي من انتقال الأدوى ومن أبرزها اتباع نصائق الطبية الصادرة عن الجهات المفتصة وغزق اليدين بالماء والصابون أو المعقمات بصفة متكررة والتقرير من المصافحة باليدين واجتناب السلام بالوجه وتغطية الفم والأنف بالمرفق أو بمندير ورقي في حال العباس أو السعاد وتجنب التجمعات غير الضرورية والأماكن المزدهمة ومراجعة الطبيب عند الهاجة إلى غير ذلك من الاحتياطات اللازمة لتجنب انتشار الضرورية وهذا كله مما ينبغي أن يكون ظاهراً في سلوك كل واحد منها فلا يكون خالفاً هموعاً فزعاً ولا يكون بمقابل متهوراً يلقي بنفسه إلى التهلكة فمما ينبغي خرش عليه كذلك عدم اتباع الإشاعات والأخبار الزائفة التي قد تخلق نوعاً من الارتباق من الناس إذ لا ينبغي أن يستقى الخبر بخصوص هذا الموضوع إلا من الجهات المختصة في مجال السحر إذ هي وحدها المؤهلة بإصدار بيانات لهذا الصدر وهي وحدها كذلك المختصة في تتبع الخالات واتخاذ ما يلزم من تنابر واحتياطات بعيداً عن أي تهويل أو ترويل وقد ظهر في بعض وسائل التواصل من الزيف والترضي الشيء الكثير وليس من شغل مؤمن أن يتتبع الكثير والخال في هذه القضية على الخصوص أو في غيرها من المواضع والقضايا ومن الآثار السلبية التي تترتب عن هذه الإشاعات الإقبال على تخزين السلاح مما يتيح الفرصة للمضاربين للتلاعب في الأسعار ويحدث نقصاً في السلاح مما يترك ضررهم الناس جميعاً وهذا كله معشر المؤمن سلوك مذهوم ومخالف لتعالم الإسلام فتقوا الله عباد الله وعرفوا فضه ونعمه وآلاءه عليكم واشتروا على نعمه يزلكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحليم المتاح صلاة والسلام على أشرف المرسلين المخسر بولد عبناء وعلى أله الأطراء وصحابته الأخيار ومن تبعهم ما تتابع لهمها أيها الأخوة المؤمنون لما ينظر التنبيه عليه والتحذير من الوقوع في برافله ونحن نحن نحن باختياط لتجنب عبوى هذا الميروس أن يستغلنا طبيعاً له مثل هذه الظروف والأحوال فيختبر على ناس لحاجاتهم من الأطعمة والأشرفة والأدوية ووسائل المنظافة طمعاً في أكل أموالهم من قابل فيقصد الربح حذ الخسارة ومغطة ويستغل أحوال الناس الضرورية للاستغناء والحق عكس ذلك تماماً وهو عدم نظارة الخوف بمضاربة والاحتكار الذي حرامه الإسلام لأنه يضيق على ناس وذلك بإذن خار السعة انتظاراً للغلاب فقد قال عليه الصلاة والسلام من احتكر فهو خاطئ أي آدم فكن أخي مؤمن أختم إله ممن سعى في نفع العباد فالخفق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعيانك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وآذر على نفسك غيرك وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمناً حقاً يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن واحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مع شر المسلمين إن الوقاية من هذا الفيروس يجب أن يحرص عليها كل واحد منا ذلك أن الحفاظ على النفس والبدل والعقل من الضروريات القبضون بالحفاظ عليها شرعاً نسأل الله تعالى أن يبعد عنها كل هم وغم وبلاء كما أن التوسط إليه سبحانا أن يرفع عنها هذا الوباء وأن يمر في أقرب وقت عن بلدنا وبلدات العالم بأسره وفي انتظار ذلك نؤكد مرة أخرى على وجود التقيّد بقواعد النظافة والاحتيار التي تصدرها الجهات المختصة هذا وأكبر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى أهل سيدنا محمدٍ كما صلِّت وعلى أهل سيدنا محمدٍ وعلى أهل بنا إنك حمدٌ مجيب وفضَّهما عن الفلقاء الراشدين أمي المكين وعمار وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة الكرام المراجرين منهم والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واصل الله فمن قلَّتهم أغرى عبادك المؤمنين عبدك الصاطعاً جلالك وسلطانك أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمدٍ الثالث تصرًا تعزُّ به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين وحفظُّ الله ما في ولي عهدك صاحب السوم الملك الأمير الأمجة مولاناً حسنًا وشُّدَتْ ظاهُمَ أَصْرَ جَلالَتِهِ بشقيقٍ السعيد صاحب السوم الملك الأمير مولاناً رشيد وباقي أفراد أسرته الشريفة وتغمّاً للهما برغمتك الواسعة الملينين الراحلين مولاناً محمدًا الخامس ومولاناً الحسن الثالث اللهم طيِّب دارهما وأكرمتواهما اجعلهما في مقعد سبحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اهدنا واذبنا واجعلنا سبب لمن اهتدى اللهم ثبتنا بالقوم الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على بقاء سبحان ربنا وفي الحزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله وفي العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر